الحلقة دي من سلسلة الإسلام عن الأديان في القزيرة العربية وبالذات في غرب القزيرة العربية في الحجاز قبل ظهور الإسلام بشكل رئيسي ممكن نقول أنه كان فيه أربع أديان قبل ظهور الإسلام في هذه المنطقة دين الأول ما عرف باسم عبادة الأصنام هو واقع الأمر ما كانش عبادة بالمفهوم التقليدي اللي احنا بنتصور فيه علاقة ما بين إنسان وإله إلى حد كبير الأصنام التي كانت شكل أو بآخر تعبد في هذه المنطقة كانت تمثيل لأجداد لهذه القبائل هؤلاء الأجداد صورة للناس وقتها إنهم عملوا أدوار ممتازة في أما استيطان الأرض اللي عليها القبيلة أو إنهم انتصروا في معارك مهمة على قبائل أخرى أو إنهم دافعوا عن القبيلة في صراع مثلا على أرض على بئر ماء على حاجة من هذا القبيل وأصبح هذا الجد أو هؤلاء الجدود بهم قدر من التقديس بعد فترات طويلة من موتهم وإلى حد كبير إنه هذه المجتمعات تصورت في فكرة الروح أو الأرواح اللي في العالم الآخر اللي تستطيع إنها تؤثر في العالم بتاحهم يعني حد محتاج شيء معين حد خايف من شيء معين فيرتجي إلى هذه الأرواح إنها تساعد في أمر ما وعشان يصور هذه الروح قدامه يعمل تمثال هذا النوع من الدين في تصوري أصلا ما يعني صعب أن يطلق عليه كلمة دين لأنه لا يمكن أن يقارن خالص إطلاقا على أو بي التصورات الوسعة أو الكبيرة جدا اللي كانت موجودة مثلا في أماكن زي مصر أو في العراق أو فيما بعد في اليونان اللي كانت فيها فكرة التمثال آه موجود وفكرة التقديس من الإنسان لهذا التمثال لما يمثله من روح وراءه لكن مع فرق مهول في التطور في العالم الذي تخيله البني آدم أو الإنسان اللي كان في مصر في العراق في اليونان فيما بعد لهذا العالم من الأرواح عن الفكرة البسيطة للغاية التي كانت موجودة في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام لكن إذا قلنا أنه دين مجازا يعني ففي دين آخر ممكن تصوره على أنه الـ Virgin الأكثر تقدما أو الأكثر صوفيستيكيتد شوية عن الـ Virgin الأولاني في هذه الصورة الثانية من هذا الدين الممكن نقول أنه هو عبادة الأصنام في قدر من التخيل للأرواح نفسها على أنها في هيكل ما يعني أنه مش كل الأرواح بتاعة الأجداد مقدسة زي بعض في تخيل أنه في بعض هؤلاء أصبحوا نوع من الجسور نوع من القندويت زي ما بيقولوا الصلة ما بين عالم البشر وما بين آلهة قبرى أو إله واحد بعيد جدا وراء الحجب وراء الغياهب وأنه هؤلاء القدسين على درجات مختلفة من القرب من هذا الإله أو من هذه الآلهة البعيدة الكبيرة أيضا من جير ما نخش في تفاصيل أوي هذا الدين لكن في تصورات كانت قريبة من التصورات الفارسية إلى حد ما اللي جاية من المونومانيزم اللي بتقول باقتصار أنه في إله للخير وفي إله للشر وأنه هؤلاء الأجداد الذين يقدسوا الآن كأرواح مهمة أوي في صورة هذه التمثيل بعضهم بيساعد مع إله الخير وبعضهم بيساعد مع إله الشر كان في صورة أخرى برضو لدين الأصنام هذا لكن من ناحية التانية دي متأثرة شوية ببعض الأفكار اللي كانت موجودة في الدولة الرومانية قبل انتقالها المسيحية لكن بعضها استمر إلى حد ما في ضواحي الدولة اليونانية وهي باختصار بترى أنه فيه زي ملكوت للآلهة كده قريب من فكرة الآلهة الإغريقية زوس وما تحته فكرة تشبه لها شوية وأنه فيه أيضا إله أعظم إله أكبر ممكن تسميه تصور عربي مثلا لفكرة زوس الإله الأكبر عند الإغريق وأنه فيه تحته أبناء وبنات في حالة صراع وفي حالة تواصل وأنهم كل الكلام ده بيؤثر في حياة البشر ده برضو نوع من اللي ممكن باختصار تسميه عبادة أصنام أنا أفضل أن أسميه بيجانيزم وثانية لكن بشكل أوسع شوية لكن بصورة أبسط اللي هي الدين الأول أو بصورة أكثر تطورا اللي هي الصورة الثانية اللي أنا حاولت أن أعضحها باختصار الدين الثالث اللي كان موجود في الجزيرة العربية وبالذات في غرب الجزيرة العربية قبل الإسلام هو اليهودية اليهودية جاءت إلى الجزيرة العربية غالبا 200-250 سنة قبل ظهور الإسلام ما فيش حاجة تؤكد ذلك لكن في بعض التواترات اللي بعضها مكتوب هو القليل منها ووجد في اليمن وبعض الأساتذة وبالذات في جامعات كبيرة في الساحل الشرق في الولايات المتحدة الأمريكية كتبوا عن هذا الموضوع مستندين لبعض هذه الوثائق أو الأوراق اللي يمكن يعتبر أنها وثائة المهمة في اليهودية في الجزيرة العربية قبل الإسلام نقطتين أو ثلاثة النقطة الأولى أنهم كانوا إلى حد كبير جدا أربايزد أو يعني مستعربين جدا يعني ما كانوش اليهود في الجزيرة العربية منغلقين على نفسهم فقط ومنعزلين عن كل ما حولهم بالعكس كانوا إلى حد كبير دخلين في التجارة العربية بالذات في غرب الجزيرة كانوا ممولين بقدر معقول لبعض القبائل وبعضهم كان عايش في تقريبا عايش مع هذه القبائل يعني مش بس منعزل في أماكن خاصة بهم النقطة التانية المهمة حول اليهودية في الجزيرة العربية قبل الإسلام إنها كانت إلى حد كبير مش مرتبطة لا باليهودية اللي كانت موجودة في السحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ولا بالمدارس التلمودية أو التلمودية التي ظهرت في العراق في الفترة قبل ظهور الإسلام ليه ما كانتش مرتبطة؟ لأن إحنا ما عندناش أي حاجة تقول لنا إنه كان فيه أي تواصل فكري ما بين يهود الجزيرة العربية وما بين المدرستين دول سواء المدرسة التي ظهرت التلمودية التي ظهرت في العراق أو المدرسة التي تطورت فيما بعد في ساحل البحر الأبيض المتوسط طيب إحنا ما عندناش حاجة هل ده معنى هم مؤكد ما يقنونش على الاتصال؟ لا مش مؤكد لكن ليس لدينا بالذات إحنا عندنا كتير قوي من أوراق المدارس اليهودية في الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ما عندناش حاجة تدل على إنه كان فيه أي تواصل مع المغموعات اليهودية الموجودة في الجزيرة العربية إذن إحنا قدام مجموعة غالبا ليس لديها كبير للفكر اليهودي اللي كان وقتها إلى حد كبير فيه شغل كتير بيحصل في منطقة الشام النقطة الثالثة بالنسبة لليهودية في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام إنه إذا كان لها ارتباط فقد كان الارتباط بالجنوب قد كان باليمن واحد لأنه كان فيه تجارة زي ما قلت كان فيه علاقة يهودية كبيرة بطرق التجارة وبتمويل التجارة القادمة من اليمن ذاهبة إلى الشمال لكن أيضا لأنه الجنوب اليمن كان فيه والفترة قبل الإسلام بقدر مش بعيد من الزمن كان فيه مملكة يهودية وتعاقب عليها تعاقبت عليها اليهودية والمسيحية لكن كان فيها أساس فكري يهودي كبير كان فيه صلة هنا ترى ما بين اليمن اللي كان فيه هذا التأثير اليهودي حتى إذا كانت المملكة اليهودية مع سنوات قبل ظهور الإسلام قد اختفت لكن التواترات والمتبقى من بعض الأفكار اللي ازدهرت فيها هذه المملكة اليهودية في اليمن بقيت على اتصال بالجماعات أو المجموعات اليهودية اللي كانت موجودة في غرب الجزيرة العربية الدين الأخير اللي كان موجود في هذه الفترة هو المسيحية المسيحية في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام يمكن النظر إليها على أنها مزيج من شيئين الحاجة الأولانية أن الأفكار التي لم تستوعب في الدولة الرومانية عندما انتقلت عندما أصبحت دولة مسيحية عندما أخذت المسيحية كدين الدولة في أفكار كتيرة جدا تناثرت وده طبيعي لأن المسيحية نفسها مرت بمرحلة تطور مهول في الفترة التي تقريبا كانت القرن الرابع القرن الخامس الميلادي فكتير جدا من هذه الأفكار التي لم يؤخذ بها في قلب الكنيسة المركزية في الدولة الرومانية توترت وأصبحت ساكتس صغيرة كده جماعات دينية صغيرة متناثرة بالذات في الأرجاء المختلفة والنواحي البعيدة من الدولة الرومانية جزء من ذلك كان موجود في جنوب الشام ولا شك إحنا عندنا حتى بعض الأشخاص نعرفهم بالأسماء لا شك أنه بعض هؤلاء كانوا أما عرب أو على اتصال بالجزيرة العربية جدا ونشروا بعض هذه الأفكار المسيحية في الجزيرة العربية وبالذات في غرب الجزيرة العربية النوع الثاني من المسيحية يمكن النظر إليه على أنه مسيحية متأثرة بالدولة الرومانية العرب زي ما تقلمنا قبل كده في حلقات سابقة كانوا أهم تجارة عندهم مع الدولة البيضنطية الدولة الرومانية وغزء مهم من هذه التجارة كان بيتم من خلال المرور في ممالك عربية كانت واقعيا بتخدم الإمبراطورية الرومانية زي مثلا مملكة الغساسنة ودول كانوا مسيحيين مسيحيين على شكل مسيحية الدولة البيضنطية أو الدولة الرومانية هنا أنت قدام قبائل فيها أثرياء فيها ناس عندهم قدر معقول للوقت من الثقافة لأنهما بيتعاملوا مع الرومان بقالهم فترة بيعدوا مرة كل سنة على الأقل بهذه الأرض أرض الغساسنة وأرض الدولة الرومانية فبدوا يستوعبوا بعض الأفكار بعض هذه الأفكار بالذات في بعض العائلات العربية اللي احنا عارفين إنها كان لها اتصال كبير في الدولة الرومانية وبالذات بالغساسنة أصبح هناك وجود للمسيحية في هذه العائلات يبقى كاختصار أو كمختصر للفكرة اللي بحاول أوصلها في هذا البودكاست إنه كان فيه أربع رؤى دينية على درجات مختلفة من التطور كانت موجودة في الجزيرة العربية وبالذات في غرب الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام